المعيار السادس ضمن المعيار العام الرابع أن يكون هناك شرح واضح لتمييز المواد المطلوبة والمواد الاختيارية وهو معيار مهم مقيم بدرجة واحدة بمعنى أن هذا المعيار مهم من حيث أفضل ممارسات في مجال التعلم الإلكتروني وعادة قد يكون هناك طرق أخرى للطلاب للوصول إلى هذه المعلومات تزويد المتعلمين بشرح واضح يتعلق بالمواد والمصادر المطلوبة والاختيارية يجب على المعلم أن يوضح المواد التعليمية التي على المتعلمين أن يحصلوا عليها ويستخدموها من أجل إنهاء أنشطة وواجبات المقرر يتم تحديد المواد التعليمية الاختيارية على النحو التالي على سبيل المثال مقاطع الفيديو أو المصادر الإضافية التي تم تضمينها لإثراء المقرر وليست متطلباً إلزامياً لإنهاء المقرر لا بد أن يتم تصنيفها ووصفها بعبارة اختياري يشار إلى المواد المطلوبة والاختيارية في توصيف المقرر أو في الجدول الزمني للمقرر أو على شكل تعليمات في الأنشطة التعليمية أما الشكل الأمثل فهو توفير هذه المعلومات في بداية الدرس أو قبله في هذا المثال نجد أن عضوهية التدريس وضح للطلاب ما هي المواد المطلوبة وما هي المواد الاختيارية في بداية المحاضرة شكرا لمتابعتكم